بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد اللهم ربنا صلي على نبينا أخواني وأخواتي الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حثونا على التآلف والترابط وقوة المسلمين بقوة اجتماعهم ولذلك قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد فهناك من يريد أن يفكك هذا الجسد ويفسد بيننا ولذلك تجدهم يستخدمون وسيلة الإشاعات حتى يجعلوا الناس يعيشون في دوامة الكراهية والبغضاء والعدوات لكن الإسلام أعطانا كيفية التعامل مع الإشاعة فإذا سمعت أي خبر عن طريق السوشال ميديا كما يقولون أو عن طريق الناس في المجالس فهناك نقاط تبدأ بها أولا يقول الله تبارك وتعالى لو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فأولا نحسن الظن بمن ظهرت عنهم إشاعة نحسن الظن بهم ونقول لا هؤلاء لا يفعلون هذه الأمور ثانيا نطلب من الناس هؤلاء أن يأتوا بالأدلة هل عندكم أدلة؟ لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء عند ذلك سوف يتوقفون لكن لما نبتسم لهم ونأخذ رسائلهم وننقلها هنا نحن نمارس نفس الطريقة ونعينهم على الباطل وعلى الحرام وعلى المعصية لكن اسأله قل أنت هل عندك خبر؟ هل كنت جالس معهم حتى تنقل هذا الخبر؟ من أين أتيت بهذا الخبر؟ ما هو دليلكم؟ لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء ثالثا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا المفترض حتى في الإشاعات هذه في النهاية أننا نسكت فلا حاجة إلى نقل مثل هذا الكلام لأنه يفرق الصفوف ويشتت القلوب ويقلق الناس ولا فائدة من نشره إذن لنكون يداً واحدة كمسلمين يعبدون رباً واحداً ويتبعونا نبياً واحداً أن نقطع دابر هذه الإشاعات ونوقف تلك الكذبات محتسبين الأجر عند رب الأرض والسماوات اللهم اجعلنا من أوليائك المقبولين عندك واعتقنا من النار يا رحمة الرحيم